أزمات اقتصادية كبيرة ضاربت دول العالم خلال العام الماضي منها الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى موجة التضخم العالمية وبسبب هذه الأزمات شهد عام 2022 تطوراً كبيراً على مستوى التعاون العربي إذ دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز التنفيذ في أغسطس الماضي رغم ما يموج به العالم من أزمات اقتصادية ومالية وموجات تضخم وركود تتوافر في البلدان العربية جميع مقومات التكامل الاقتصادي إذ يعد الوطن العربي من أغنى مناطق العالم في مساحات الأراضي القابلة للزراعة إضافة إلى الاحتياطيات الهائلة من البترول الخام والغاز الطبيعي تبقى لإدارة التكامل الاقتصادي العربي التابعة للجامعة العربية شهد عام 2022 تطوراً إيجابياً على مستوى التعاون الجمركي بين الدول العربية حيث دقلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ في الثالث من أغسطس من عام 2022 وبحسب لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية ارتفع حجم التجارة السلعية العربية مع العالم بنحو 23.1% خلال عام 2021 مسجلاً 1848.6 مليار دولار مقابل 1501.9 مليار دولار في عام 2020 كما زادت معدلة التجارة العربية البينية بحوالي 17.5% خلال عام 2021 مسجلةً 112.5 مليار دولار مقابل 95.8 في عام 2020 كذلك ارتفع حجم الصادرات السلعية العربية للعالم بنسبة 37.4% مسجلةً 1038.2 مليار دولار في عام 2021 بينما ارتفع إجمالي الواردات السلعية العربية بنسبة 8.6% مسجلةً 810.4 مليار دولار خلال نفس الفترة وبالنسبة للتجارة المشتركة بين مصر والدول العربية كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري يتسجل 21.9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع تقدر بـ 18.9% إلى ذلك أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 أن الوطن العربية يعد سوقاً واسعة قوامها 361 مليون نسمة ما يجعلها سوقاً مؤهلا لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال ناتج محلي إجمالي للدول العربية بالغ 2.43 تريليون دولار في عام 2020 ورغم التحسن النسبي في حجم التجارة العربية البينية بالنسبة للتجارة الخارجية للدول العربية فإنها ما زالت دون طموحات الدول العربية إذ إن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية تبقى الهدف المنشود